موسيقى سلسلة الابطال الخارقون قد يبدو الامر وللوهلة الاولى انه شيء خيالي ومستحيل ولكن هل فكرنا قليلا بشيء مستحيل من قبل ولماذا اطلقنا عليه صفة المستحيل مثال على ذلك الابطال الخارقون كسوبرمان وباتمان وغيرهم حيث هناك شخص ما يرتدي زيا ويحاول انقاذ العالم بقوانين فيزيائية غير طبيعية ونحن لاعلم انها من صنع الخيال لذا لا يزعجنا ان العلوم فيها قادمة من عالم اخر نحن نشاهدهم من دون التفكير في دراسة حالتهم واسقاطها على بعض القوانين الفيزيائية والرياضية كمثال على ذلك ماذا نحتاج لنطير كاسوبرمان او نتسلق الجدران بسهولة كاسبايدرمان في هذه السلسلة سنقوم بدراسة حالات هؤلاء الابطال من وجهة نظر فيزيائية اي اننا سنتعرف الى بعض القوانين الفيزيائية بطريقة مختلفة وما هي القوانين التي يجب ان تكسرها لتكون بطلا خارقا سوبرمان وبدون شك هو احد اشهر شخصيات الكوميك المجلات المصورة وببين قواه العديدة قدرته على الطيران ولكن كيف له ان يقوم بذلك لنتخيله يحلق فوق المدينة بتطبيق قانون نيوتون الثاني اذا اثرت قوة او مجموعة قوة على جسم ما فانها تكسبه تسارعا اي يتناسب مع محصلة القوى المؤثرة هذا يعني حتمية وجود قوة شاقورية تحقق التوازن لقوة وزنه المتجهة نحو الاسفل وبالعلاقة الرياضية ولكن ما هو سبب هذه القوة الشاقورية احد الاحتمالات انه يستطيع ان يطلق تيارات هوائية عالية السرعة من مسام جلده وبمجرد حركة الهواء نحو الاعلى لا بد له من ان يندافع بالعكس حسب قانون نيوتون الثالث لكل فعل ردة فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه وبما ان سوبرمان يمكنه العيش في الفضاء لا حاجة له ان يتنفس من رئتيه وربما هم في الحقيقة خزانات هواء احتياطية هذا هو التفسير لقدرة سوبرمان على طيران يعني لو كان سوبرمان شخص حقيقي كان بحاجة لمسامات تطلق تيارات هوائية وبحاجة لرئتين تحوي كمية كبيرة من الهواء اللغز الخارق التقليدي من اين يحصلون على الطاقة ليقوموا بعمالهم الخارقة للطبيعة في الاكس مين تستطيع ستورم ان تطلق صواعق من البرق حينما ترغب ان الطاقة الصديرة من صعيقة برقية عادية هي تقريبا 500 مليون جول اي ما يعادل 120 الف حريرة طعام وحتى تتمكن من اصدار احداها على ستورم ان تأكل على الاقل 60 مرة اكثر من الكمية التي تأكلها المرأة البالغة ولكننا لا نراها تأكل دائما اليس كذلك؟ اذا تحولت معدتها الى مفاعل نووي عندها يمكنها القيام بذلك وبتطبيق قانون نسبية E يساوي MC أوسنين كتلة غيرام واحد يمكنها ان تتحول الى طاقة مما يطلق حوالي 90 تريليون جول اي تقريبا 18 مليون صعيقة برقية هل تعرفون هالك؟ او الرجل الاخضر؟ انه احد الشخصيات في علم الكوميك ما هي الطريقة التي اصبح بها هالك بطلا خارقا؟ احد افضل الطرق لتصبح بطلا خارقا هي ان تحقن بدفعات هائلة من الاشعات الكونية او الالكترومغناطيسية عالية الطاقة على الرغم من ان تأثير هذا النوع من الاشعات على الناس في العالم الحقيقي مدروسة حيث ان نتيجتها تلف خلوي منهك ويتبعه الموت دائما اما في عالم الابطال الخارقين هذه التجربة المميتة كانت نتيجتها عدة تحولات طفرية وهذه التغيرات الجسدية دائما ما تعطي قوى رائعة للحصول عليها يجب قضاء يومين في حجرة مفاعل لمسرع جزيئات عالي الطاقة بعد ان عرض بروس بانر نفسه لجرعات ممتة من اشعة غاما عالية الطاقة تجاوز الاعراض العادية للتعرض للاشعة المكثفة وتحول لعملاق اخضر صاحب القوى الهائلة التي نعرفها ونحبها جوني ستورم او الشعلة تورتش من فريق الفانتاستيك فور يجمع بين عدة قوى وجدناها عند ابطالنا السابقين تعرض جوني لكميات مميتة من الاشعاع الكوني فاصبح لديه قوى مذهلة كالقوى التي يملكها هالك كما انه يطير كسوبرمان لنفترض انه يصدر غازا بسرعات عالية في الجهات الصحيحة ولديه ايضا قدرة ستورم على اصدار الطاقة هذا كله في عالم الخيال اما في عالمنا الحقيقي وبتطبيق قليل من التيرمو ديناميك نستطيع ان نحسب ان تورتش بحاجة لحوالي 940 مليون جول حتى يشتعل لدرجة حرارة 5000 سيليسيوس والحقيقة المذهلة ان بعض الاحماد والبروتينات الحجر الاساس لحياتنا يتحطم عند درجة الحرارة ليست اعلى بكثير من 100 فارنهايت كيف لحمض جوني الاميني ان يتحمل هذه الحرارة المرتفعة سيبقى ذلك لغزا وذلك بدون ذكر ان كافة السوائل في جسده يجب لها ان تتبخر في اللحظة الذي يشتعل فيها ماغنيتو من الاكس مين هو شرير خارق لديه القدرة على صنع حقول مغناطسية قوية جدا ولان الحقول المغناطسية ناتجة عن التيارات الكهربائية يمكننا تقدير التيار الماري في جسد مانغنيتو وهو يقوم باعماله الشريرة للتبسيط دعونا نفترض ان دارته الكهربائية الداخلة هي عبارة عن وشعة كبيرة الطاقة المغناطسية المختزنة في الوشعة الملف ستكون يو يساوي نصف داخل القوس ميو صفر في ان او ستنين في اي ال خارج القوس اي او ستنين حيث ان اربعة باي اكس عشرة ناقص سبعة ان على اي او ستنين هو ثابت قيمته ميو صفر ان هي عدد اللفات اي مساحة سطح المقطع العرضي ال طول الملف الكلي اي التيار المولد للحقل المغناطسي ولنفترض ان الملف الداخلي لماغنيتو لديه الف لفة ومنطقة الفجوة الهوائية ام وستنين في صفر فاصل صفر واحد وطولها مترين والان لنقل انه يستخدم هذه الطاقة ليرفع شاحنة الف كيلو جرام لمسافة عشرة امتار عن الارض مما يزيد القدرة المتوقعة بمقدار العمل يو يساوي ام جي اتش يساوي داخل القوس الف كيلو جرام داخل القوس عشرة ام على اس اس اثنين داخل القوس عشرة ام يساوي مئة الف جول بادخال هذه القيمة في المعادلة السابقة والحل لإيجاد التيار والنتيجة كانت يجب على مغنيتو ان يولد تيارا ما يقارب الفان وتسعمائة اي هذا حتما غير جيد لقلبه رجل الرمال وهو احد اشرار سبايدرمان الخارقين والذي يقدم نقطة تحول غير طبيعية للقوى الخارقة انه خيالي جدا حيث يكفينا ان نستمتع بصوره الجميلة في الافلام والمجلات المصورة هو ايضا كان النتيجة تجربة للجزائي اياتي عالية الطاقة فاصبح قادرا على اختراق كافة قوانين الفيزياء والبيولوجيا بطريقة ما المادة في جازته تتحول الى رمال SIO2 بطريقة تبدو سهلة وكذلك لا يمتلك اعضاء داخلية يمكنه ان يفكك نفسه وان يعيد تجميعه عندما يرغب ويمكنه ان يتحرك بدون عضلات وحتى يمكنه ان يطير بالهواء كسحابة من الغبار كيف يولد الطاقة وكيف يستقلب الطعام وكيف يبذل القوى هل لديكم اقتراحات او تفسيرات بعد اسقاطها على عالمنا الحقيقي اليوم هو دوركم في التفسير حارس لا يهادن الشر مكافح جريمة من الدرجة الاولى محترف لديه خبرة تقنية عالية وكهف رائع ليس لديه قوى خارقة ولكن هل هذه حقيقة؟ المشهد كالتالي لمعت اشارة باتمان في وسط المدينة وهب حارسها لمساعدة ليجد نفسه بعد عراك يسقط من بناء عال نحو الارض بسرعة كبيرة لما يبدو كأنه موت محتم وينقذه حبل غير مرن فرضا وذلك قبل ارتطامه بالأرض وفي حاله كان الزمن الذي يستغرقه الحبل لإيقاف باتمان هو الزمن نفسه الذي يستغرقه ليرتطم بالأرض ستكون القوى المطبقة عليه كبيرة في الحالتين القوى المؤثرة على باتمان لدى استخدامه الحبل آخذين بعين الاعتبار الفرضيات في الأعلى ام جي قوة وزنه نحو الأسفل فروب قوة الحبل نحو الأعلى وهي التي نرغب بتحديد قيمتها حسب قانون نيوتون الثاني نجد قوة الحبل ناقص قوة الجاذبية تساوي الكتلة ضرب التسارع فروب ناقص م جي يساوي م اي حيث اي التسارع الشاقولي وباعتبار الزمن صغير جدا تكون فروب يساوي م جي زائد م اي ناقص م جي زائد م دلتا في على دلتا تي بتعويض قيمة مفترضة كتلة باتمان ناقص م يساوي سبعي كيلو ثانية النتيجة ستكون اي التسارع كبيرا اي تساوي ستة الاف ام على اس اوستنين كذلك ستكون فروب وهي لها من قوة كبيرة يجب على بروس واين المليولير ان يتحملها بدون قوة خارقة وتتحملها ذراعه دون ان تنخلع او دون ان يصاب بارتجاج دماغي يظهر لدينا انه ليتمكن باتمان من تجاوز بعض الصعوبات التي في طريقه عليه ان يمتلك نوعا ما من القوة الخارقة الرجل الحديدي هذه المرة سيكون عليكم ان تجيبوا انتم ايرون مان ليس لديه قوة خارقة كما هي حال باتمان ولكن لديه زي حديدي رائع نراه عتة يحلقه ويصدر من حذائه لهيب صاروخي والذي على ما يبدو يؤمن له الدفع المناسب الاسئلة هي ما الذي يستخدمه كوقود اعتمادا على ما نرى يجب ان يكون وقود صواريخ ما هي كمية الوقود التي يحتاجها ليؤمن الدفع المطلوب على الاقل لدقائق هل من الصعب عليه ان يبقى على مسار ثابت ملاحظة هدف السلسلة هو توضيح بعض القوانين الفيزيائية بطريقة سهلة ومبسطة وما هي القوانين التي يجب ان تكسرها لتتحول الى بطل خارق